نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وفي عنوين أن السبل السياسية والحديث عن المفاوضات والحوار السياسي أثبت فشله وأنه لا جدوى منه وأن اللغة التي يفهمها الأمريكان فقط هي سلاح المقاومة الأمين العام لحركة النجباء مقاتلة الاحتلال الأمريكي واجب شرعي ولو نزلنا مجددا تحت الأرض والهدف من حل فصائل المقاومة هو التطبيع ومستشار الأمن القومي العراقي يعلن رسميا انتهاء المهامات القتالية لقوات التحالف انسحابها من العراق الاحتلال يشن حملة اعتقالات في ضفة والقدس ويدمر خيمة اعتصام أهالي الشيخ جراح بعد حمايته استفزازات المستوطنين ومع السئنة في محادثات فيينا مصادر الميادين تؤكد انتظار وفد إيران الرد على مسودتين بشأن العقوبات والقضايا النووية قبل تقديم الثالثة أكد الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن الأمريكيين سيدفعون ثمن ارتكابهم للمجازر وخلال لقائه قادة فصائل المقاومة العراقية التي نفذت عمليات ضد الجيش الأمريكي تحدث الكعبي عن إنشاء واشنطن أدوات كثيرة تعمل لمصلحتها في العراق وشدد على أن قتالها واجب شرعي ووطني نحن معاداتنا لهذا النظام الأمريكي المتعجرف ليس مجرد أنه موجود فيها العراق حسب لا أمريكا حتى وإن تركت العراق ستبقى عدو ولن تكون في يوم من الأيام صديقة لنا أو صديقة للشعب العراقي في كل شبر فيها العراق لنا ثأر مع الأمريكان هذا التأكيد من قبل القيادات الأمريكية بعد من سحابهم في نهاية هذا العام يثبت أن الاحتلال الأمريكي لا يحترم سيادة العراق الاحتلال الأمريكي احتلال متعجرف ولا يعترف بالقوة التي تقف أمامه وتتفاوض وتتعامل معه هذا الكلام وهذه التصريحات تثبت لنا أن السبل السياسية والحديث عن المفاوضات والحوار السياسي أثبت فشله وأنه لا جدوى منه وأن اللغة التي يفهمها الأمريكان فقط هي سلاح المقاومة الكعبي رأى أن الحل الحشد الشعبي هو رغبة أمريكية إسرائيلية سعودية إماراتية مشددا على أن تسليم سلاح المقاومة يعني تسليم العراق للأمريكيين والإسرائيليين كنتمنى في البداية من جميع الأخوة المشاركين في العملية السياسية جميع الأخوة أنه عدم إدخال المقاومة أو سلاح المقاومة أو الحج الشعبي في الإشكالات السياسية الأخيرة التي حصلت بعد الانتخابات اليوم كيف تتحدث عن سلاح المقاومة في بلد لم ينال استقلالي لحد اليوم سلاح المقاومة هو ضمان للشعب العراقي سلاح المقاومة هو بيد الشعب العراقي سلاح المقاومة هو كابوس الاحتلال الأمريكي والصهيونية الذي يحاولون بكل صورة من الصور انهاءه وسحبه وسلبه من المقاومة أن دماء الشهداء خصوصا الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهد المهندس سنثأر لها وسيكون ثأرنا مضاعفا وكذلك رأى الشيخ الكعبي أن هدف الأمم المتحدة في العراق زرع الفتنة وإشعال فتيل الحرب الأهلية اليوم واضح عمل الأمم المتحدة في العراق هو لإشعال فتيل الحرب الأهلية داخل العراق هذا واضح وبالدلائل وبالإثباتات والقراءة العملية التي يقومون بها كادر وفريق الأمم المتحدة في العراق الأمم المتحدة اليوم وظيفتهم الأساسية في العراق أي وظيفة أخرى ما توجد لهم هذه تثبت وظيفتهم الأساسية في العراق هي إشعال فتيل الحرب الأهلية بإجراءات تحريض فلان على فلان وتحريض هذا الطرف على هذا الطرف إجراءات الآن حتى سفير الأمريكي ما يقوم بها وأكد الكعبي أن القضية الفلسطينية والقدس هما في صلب وجدان المقاومة العراقية القضية الفلسطينية قضية مهمة قضية القدس اليوم هو رمز المقاومة ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة وأن التخلي اليوم عن سلاح المقاومة يعتبر خطوة أولى عملية حقيقية لرمي العراق في حضن التطبيع وهذا غير ممكن وغير مقبول حقيقة لن يكون ذلك ما دام فينا نفس القضية الفلسطينية القدس الشريف هذا رمز مقاومتنا وقد ذكرت ذلك وأكرر لن نتخلى عنه لن نتنازل عنه أطلاقا سواء كان مثلا البعض يعتبر هذا تدخل بخارج أو عمل خارج أو كذا لا هذه حقيقة فصال مقاومة يأتي ذلك فيما أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعراجي أعلن انتهاء المهمات القتالية لقوات التحالف بقيادة واشنطن وانسحابها من العراق وفي تغريدة على تويتر أضاف الأعراجي أن العلاقة ستستمر مع التحالف في مجال التدريب والاستشارة والتمكين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين ففي الضفة الغربية شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا بينهم طلاب جميعيون وأسرى محررون في عدد من المدن من بينها نابلس ورمالة وبيت لحم وجنين وقد تصدى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات بالحجارة وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة العيسوية فيما يستمر التوتر في حي الشيخ جراحة وقد أقدمت قوات الاحتلال على هدم خيمة الاعتصام وصادرت لافتة تضم أسماء العائلات المهددة بالإخلاء جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء مسيرة المستوطنين الاستفزازية صباحا عند السابعة والنصف تماما رصدتها كاميرات المراقبة في طريقها إلى المدرسة الاحتلال الاسرائيلي روج رواية طعنها مستوطنة في حي الشيخ جراح التي عادت فيما بعد إلى بؤرتها الاستيطانية من دون أن تظهر عليها أي أثار إصابة سرعان ما علت أصوات جوقة العنصرية الإسرائيلية ومساء تظاهرت مجموعات من المستوطنين المتطرفين في الحي مرددين شعار الموت للعرب خلال الأشهر الأخيرة تحول هذا الحي إلى ساحة ترمز إلى نضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وعند كل حدث تتساعد موجة التحريد من قبل المستوطنين ضد سكانه كرميل حضرتك أحد أهالي الشيخ جراح المهددين بالإخلاء هذا المشهد يومي وبات مشهد طبيعي روتيني في الشيخ جراح يعني فعلا هذا مشهد روتيني بالنسبة إلى تهديد يومي بالنسبة للسكان الحي بالمحاولات الاعتداء عليهم وقبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ما بيخوفنا ما بيحيدنا من بيوتنا بس جدا مقلق لأنه لا يوجد حماية لا يوجد حال معنا في الحي لأمننا الحماية والدعم فبنطلب من الناس تضامن مع الحي وإعادة تفكيرهم أننا مزلنا مهددين بالإخلاق رغم هذا التحريض من قضى المستوطيني الإسرائيليين أنتم الآن خارج منازلكم تدافعون عن الشيخ جراح في هذه اللحظات من الليل نحن من الساعة 8 الصباح ونحن وقفين الوقفة ندخل بس نشرب ما ينطعم أولادنا ونرجع ونوقف هذه الوقفة لأننا نحن ندافع عن أرضنا وعن بيوتنا وعن مقدساتنا بالقوة بدون يأخلونا من بيوتنا عادينا ضغطات نفسية على الأهالي عشان نرضى خلال الأمر الواقع ولكن نحن نصامدون نرابطون لن نخل بيوتنا أي مسير يصير في هذا الشارع نحو 500 فلسطينيين مهددون بالتهجير لكن لا شيء يحرف الموصلة هنا ولا سيما بعد أن قررت العائلات المهددة بالإخلاء رفض تسويات المحكمة العليا الإسرائيلية مع المستوطنين على بيوتهم التي يسكنونها من قبل الاحتلال عام 67 هنأم حميد القدس المحتلة الميادين وفي تطورات ملف الأسرى استقبلت مدينة قلقيليا اليوم الأسير مصطفى خدرج بعد 19 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال واعتقل خدرج بعد مطاردة قوات الاحتلال له لمدة عامين بتهمة زرع عبوة ناسفة في حديقة منزل هدى براك ووضع عبوة أخرى في داخل أحد المستوطنات إضافة إلى عمليات إطلاق نار على جنود الاحتلال قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح بازكي للميادين إن الاتلاف الحاكم في إسرائيل لا يملك اتخاذ أي قرار سوى الموت للعرب وضف لقد توصلنا إلى قناعة بأن لا حلول مع الإسرائيليين هذا الاتلاف الحاكم بإسرائيل لا يملك اتخاذ أي قرار إلا الموت للعرب رغم أنهم يعني صحابه بطبعه معه يعني دائما شعاره هلأ الموت للعرب الفلسطين يعني يهودة وسامرة وأرض المعاد القدس عاصمة أبدية موحدة زائد يعني الأسرلة والتهويد القائم على قدم وساق وأيضا ما يجري الآن يغيد إلى الأذهان أنه إحنا ليس كل ما يلمع ذهب ممكن تشوفوا سياسيين أنتم وتشوفوا فصائل موسمية ولكن شعبنا هو شعب أكبر من قيادته شعب الجبرين إلى الأردن حيث انسحب عدد من النواب من جلسة مناقشة ما سمي اتفاق النواية أو اتفاق الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل والإمارات ما أفقد الجلسة نصابها القانوني وطلب النواب بمغادرة المسؤولين الذين وقعوا الاتفاق ما عد مخالفة للنظام الداخلي وما دفع بعدد منهم إلى مغادرة الجلسة فأجلها رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي إلى الاثنين المقبل بس واحد وقع اتفاقية مع العدو الصيوني اسمح لي يا أم يطلع من القاعة يا أم أنا سأغادر القاعة لأني ليالي أسمح بما يوقع وما يده للعدو إذا سمعت أنت تخالف النظام الداخلي أنت تخالف يا أبا عماد أنت أستاذ قانون ونقيب وتخالف النظام الداخلي شكرا لك اللي بده يطلع يطلع حره أفاد موفد الميادين إلى فيينا بأن الوفد الأوروبي وصف المحادثات التي استنفت اليوم بأنها صعبة لكنها تسير جيدا ونقل عن مصدر مقرب من الوفد وجود خمسة مطالب إيرانية على نحو عام وتقديم مسودتين الأولى تتعلق برفع العقوبات والثانية بالقضايا النووية المصار قال كذلك أن المسودتين قابلتان للنقاش والبحث مع الأطراف الآخرين وأن إيران تنتظر الرد عليهما ولفت إلى أن المسودة الثالثة ستكون مع التحقق أو عن التحقق من رفع العقوبات والرابعة بشأن ضمانات ولم تسلمها إيران حتى الآن يأتي ذلك فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن بلاده تواصل تعاملها الجاد مع هذه المحادثات وفي تغريدات على تويتر أكد أن بلاده مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد يحقق مصالح الشعب وأشار إلى لقاء جمعه إلى كبار المفاوضين الروس والصينيين ووصفه بالمفيد والبناء إضافة إلى لقاء آخر جمعه إلى أونيكي مورا في المقابل نقلت صحيفة الستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن واشنطن تتجه إلى تشديد العقوبات على إيران وسترسل وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية إلى الإمارات الأسبوع المقبل حيث سيحذر الوفد شركات ومصارف إماراتية من مغبة مواجهة مخاطر بالغة إذا استمرت في تعاملها التجاري مع تهران فاصل ونواصل بعده نشرتنا أهلا بكم من جديد اندلع حريق في المقر الرئيسي لحزب النهضة في العاصمة تونس مرسلة أفادت بأنه خلال اندلاع الحريق اضطر القيادي في الحركة علي العريض إلى القفز من الطابق الثاني ثم نقل لطلق العلاج وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة التونسية مرسلنا عماد الشتار عماد لأطلقنا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحريق أين وصل حتى الساعة هل من ربما إصابات غير علي العريض نعم دينا أنا عدت منذ لحظات من مقر حركة النهضة تابعت وصول رجال الاطفاء وقوات الأمن تم تطويق المقر وسريعا تم اطفاء أو إخماد الحريق على وجه السرعة وحاولت من خلال الاتصال بالمتواجدين في محيط المقر أن أفهم من قبل شهود عيان أو من قبل أعضاء من حركة النهضة ما الذي جرى تحديدا الكل يحاول أن ينفي الكل يحاول أن يتجنب رواية رسمية ما صرح به نوردين البحيري إلى بعض وسائل الإعلام بأن الحريق وقع في الطابق السفلي الذي يمثل طابق الاستقبال واستبعد أن يكون الحادث مفتعلا أو أن يكون انفجارا وراء وقوع الحديث عضوة بالحركة اسمها مريم بن نور ولدينا التصريح مسجل ربما سيبث على شاشة الميدين في فترة لاحقة أكدت بأنها سمعت دوي انفجار وعقبه انقطاع للطيار الكهربائي لتتفاجأ بألسنة النيران في كل مكان هذه الشهادة تتطابق مع شهادة لأحد شهود العيان الذين ساهموا في عمليات إجلاء العالقين وإخراجهم من المبنى قال بأنه كان في مقربة من المقر وأول شيء لفت انتباهه الدوي الذي خلفه انكسار الزجاج في محيط المقر وبالتالي هناك عملية تفجير قد تكون محدودة قد تكون من خلال عبوة قد يكون جهاز للتدفئة نظرا لبرودة التقس أدى إلى هذا المهم أنه تم فتح تحقيق الشهادات التي تم نقلها أن نائب رئيس الحركة علي العريض نظرا لتطويق النيران مخارج الرسمية للمقر السفلي اضطر إلى إلقاء نفسه من الطابق الثاني وتعرض إلى كسور بليغة وتم نقله للمسحة خاصة رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تعرض إلى حروق بليغة في مكتبه وتم إجلاؤه وإسعافه خارج المقر أحد شهود العيان أكد بأنه رأى أحد المتواجدين بالمقر يخرج فارا من ألسلة النيران وكل معطفه مشتعلا بالنار وساهموا في مساعدته بعض ما يتم تدوله على وسائل الإعلام يفيد بوقوع ضحية وفاة شخص على إثر هذا الحادث إلى حد الآن لا يمكن أن نجزم بشكل قاطع بأن ما وقعه هو عملية تفجير أو حريق نشب ربما لاستعمال وسائل تدفئة نظرا لبرودة التقس نتابع مجريات التحقيق الذي تم مباشرته القوى الأمنية التي طوقت المقر كانت من مختلف الوحدات حتى الوحدات الخاصة كانت متواجدة في محيط المقر عمليات الإجلاء والإسعاف والإطفاء كانت بسرعة قياسية صراحة وهنا نثني على جهود الوحدات كل العاملين الذين ساهموا في هذه العملية نقطة أخيرة أختم بها مساهمة المواطنين في إسعاف العالقين بالمقر كان هناك هبة من المواطنين في محيط المقر لا علاقة لهم بحركة النهضة ولكن بشكل إنساني اندفعوا لتقديم يد المساعدة عماد ولو كان باختصار تقول بأنك جئت منذ قليل من أمام المقر حيث وقع مقر حسب النهضة حيث وقع هذا الحريق حيث اندلع هذا الحريق لكن من المشاهدات أي نتيجة نستطيع أن نستخلصها يعني الحريق تقول بأنه البعض يقول بأن الحريق نشب في الطابق الأول السفلي الأرضي وبالتالي امتدات الحريق إلى الطابق الثاني حيث قفز السيد العريض ومن هناك أصيب إلى ماذا يشير انفجار الزجاج أيضا إلى ماذا يشير يعني هذه المشاهدات فقط لو تصف لنا المشهد نعم ما أرجحه بالنسبة للسيد علي العريض المخرج السفلي كان مغلقا بألسينة النيران والدخان يتصاعد إلى مكتبه فحاول أن يلقي بنفسه من النافذة أعله ربما يبتعد عن الدخان وعن ألسينة النيران ولكن الحريق وقع في المدخل السفلي دعني أشير إلى أني غطيت أكثر من ندوة صحفية مرارا وتكرارا في مقر حركة النهضة الباب السفلي هو مخصص للاستقبال وفيه أجهزة تفتيش للمعدات حتى بالنسبة للصحفيين يمرون من هذا الممر يعني هناك معدات أمنية عالية وهناك احتياطات وتدابير أمنية عالية لا يمكن لأحد خارج حركة النهضة أن يدخل معه أي جسم غريب إلى المقر دون أن يقع تفتيشه عملية الحريق وألسينة النيران لوحدت بكثافة في المدخل وفي الطابق السفلي حيث مكتب الاستقبال أي أن الحريق اندلع في هذه المنطقة إذا ما بحثنا عن تقاطعات بين شهادة العضوة بالحركة مريم بن نور وشاهد العيان هي تتحدث عن صوت تفجير وهو يتحدث عن دوي انكسار قوي للزجاج ومن بعده لاحظوا ألسينة النيران بكثافة لم تكن الأمر تدريجي ولكن كان بشكل فوجئي أرجح أن التفجير رغم كوني لست متخصصا في المتفجرات وننتظر ربما نتائج التحقيقات لتدعم هذه الرؤية إذن مراد أو عفوا عماد الشتارة مراسلنا من تونس شكرا جزيلا لك شن التحالف السعودي غارات مكثفة على العاصمة اليمنية استهدفت مؤسسة مياه الري في مدرية الثورة وشبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمدرية همدان وأغار طائرته على منطقة ضبوة في مدرية سنحان جنوبية العاصمة أعرب برلمانيون بريطانيون عن تضامنهم مع قضية الأسير البحريني حسين مشيمع الأمين العام لحركة الحق والأسير عبد الجليل السنكيس وداعينا إلى الإفراج عنهما البلمانيون زاروا ابن الأسير مشيمع علي وهو المضرب عن الطعام وأكدوا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل إنهاء محنة السجناء في البحرين ووقف الظلم بحقهم زيارتي هذه هي للتعبير عن تضامني مع علي ومع قضية والده المعتقل منذ وقت طويل والمتدهورة حالته الصحية نحن نتطلع إلى إطلاق سراحي في أسرع وقت ممكن أقدم اعتذاري لك علي لأنك مضطر أن تبيت في هذا الطقس البارد آمل أن تحصل على نتيجة أنا هنا من أجل تقديم الدعم والتضامني مع علم شيمع المضرب عن الطعام ومن أجل الحرية وحقوق الإنسان في البحرين أنا هنا من أجل تقديم الدعم لعلي ومن أجل إطلاق سراح والده والسيد السانكيس وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إنهاء محنة السجناء في البحرين ووقف هذا الظلم بحقهم أنا هنا من أجل تقديم الدعم لعليم شيمع الذي سجن والده إلى جانب السانكيس لفترة طويلة وأتعهد مع مجموعة من النواب المواصلة الضغط على الحكومة البريطانية من أجل تحقيق العدالة للسجناء في البحرين والآن إلى العنوين أن السبل السياسية والحديث عن المفاوضات والحوار السياسي أثبت فشله وأنه لا جدوى منه وأن اللغة التي يفهمها الأمريكان فقط هي سلاح المقاومة الأمين العام لحركة النجباء مقاتلة الاحتلال الأمريكي واجب شرعي ولو نزلنا مجددا تحت الأرض والهدف من حل فصائل المقاومة هو التطبيع ومستشار الأمن القومي العراقي يعلن رسميا انتهاء المهمات القتالية لقوات التحالف انسحابها من العراق الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس ويدمر خيمة اعتصام أهالي الشيخ جراح بعد حمايتهم أو حمايته استفزازات المستوطنين ومع استئناف محادثات فيينا مصادر الميادين تؤكد انتظار وفد إيران الرد على مسودتين بشأن العقوبات والقضايا النووية قبل تقديم الثالثة للمزيد زوروا صفحات الميادين على الانترنت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة